الناس قالت لك الأهلي وجمهر الأهلي وعملت ضجة كبيرة قوي على هدف البنك الأهلي آه عملنا ضجة كبيرة قوي على هدف البنك الأهلي لأن في حاجة مش مفهومة حصلت في تدخل مش مفهوم حصل ودينا أمثل على ده بشكل كبير جدا هل ده معناه أن الكرة ما فيهاش مخالفة؟ لا الكرة فيه مخالفة وإحنا عطرفنا ده وقلنا الكرة لازم كانت تبقى ثابتة بس مدام الخطأ ده عدى على حكم المباراة والحكم استقنف اللعب كأن المخالفة لم تكن كأن المخالفة لم تكن عشان كده عملنا وتكلمنا على مباراة البنك الأهلي الهدف المباراة الثاني بتاع حسام حسن أنا في الأول وقت ما الكرة جاءت جون شكيت يعني أنا جالي شك إن الكرة دي ممكن يكون فيها أف سايد واستنيت الفار يعني كنت 50-50 لكن لما الكرة تعادت لا طبعا الكرة ما فيهاش أي شك وما كانتش تستدعي حالة الصخب والجدل وحكم يطلعوا وأغلب طبعا الخبراء التحكيم قالوا الكرة ما فيهاش أي مشكلة وكابتن عصام عبد الفتاح أعتقد قال الهدف سليم بنسبة 100% وناس كتيرة قوي حتى على صفحات السوشال ميديا بتاعت الزمالك قالت إنه الهدف سليم ما فيهوش أي مشاكل